اش زيك يا حبابة عاملين ايه ان شاء الله تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال طبعا النهاردة هعمل لكم خلل الجذر الحلو الجميل اللي انت شايفه ده بكل التفاصيل والتكتد عشان نتيكي نتيجة حلوة وده شكله قبل التخليل طحفة ومنظره بعد التخليل ما تغيرش حاجة غير سواه نفس الشكل ولون المية النقية وشكله طحفة ولونه حكاية وطعمه احلى ان شاء الله ولما تجربي وتعملي المخلل بالتفاصيل والتكات اللي هقولك عليها هتعتمد الطريقة دي في التقليل واتديك نتيجة حلوة جدا الناس لما عملت لهم المخلل الخيار وعجبهم طلبوا مني عمل لهم الجذر ودين عملت لكم الجذر بتكات وتفاصيل هقولك فيها وانا شغالة ازا تجيب النتيجة الحلوة دي من غير ملون وغير ولا يعمل ريم ولا اي حاجة وفي نهاية الفيديو هفتحه لك اللي عاوز يشوفه ويشوف شكله ومنظره عامل ازا والمية بتاعته ونديفها قد ايه طبعا انت شايفة انا قطعت كمية من الجذر والكمية اللي عندي دي حوالي 4 كيلو من الجذر انت بقى عامل الكمية اللي انت عاوزها لان انا هقولك في الفيديو ازا تزبطي مقدار المية لو عندي الكمية قد ايه هتعرف تزبطي المقدار بتاعه وطبعا يا جماعة هوريكي سيبتلك اتنين عشان هوريكي ازا قطعته بالشكل ده والناس اللي ما عنداش القطعة دي تستخدم اي قطعة تكون مشرشرة لانها بتديني شكل حلو جدا وطبعا لو مش عندك قطعي بالسكينة العادية مفيش مشكلة انا بس بحب اعمل بالشكل ده لاني بيديني شكل حلو وكمان بيخليني قطع بسرعة احسن من السكينة بتوقع توجع اليد في التقطعة لكن دي بالطريقة دي بتخليكي تقطعي كمية حتى لو عندي الكمية قد ايه انا عملت شوية مدورين وشوية طوال زمان تشايفه قطعي بقى بالطريقة اللي تعجبك انا بس تحبيت اوريكي انا قطعت ازاي وريتك الطريقة سهلة قد ايه وبعد كده بقى انت عملي بالطريقة اللي انت عاوزها وطبعا يا جميع زي ما قلتلك في نهاية الفيديو هفتحه لك وهتشوفي ان طريقة التخليل حلوة جدا والمية بتاعته نضيفة ولا فيها هاريم ولا فيها حاجة لان انا هعمل شوية تكات هتديكي نتيجة حلوة وذيكا هتأول تكة فيهم ان هي هتحطي معلقتين من الملح قبلها بيوم يعني هتقطعيه بالليل واتنا هتحطي عليه معلقتين ملح وتسبيل تاني يوم عشان ينزل الطعم المسكر اللي بيبقى في القذر ده النتيجة دي بتخليك او الطريقة دي بتخليك تضمني ان الجذر يستوي معاك بطريقة نجحة وان الجذر بيبقى طعمه مسكر شوية عن اي نوع من خلد فلما بتعملي قبلها بيوم بالطريقة دي بتنزلي الطعم المسكر اللي فيه وبتاخذي نتيجة حلوة جدا دي قبلها بيوم يا جميع وتاني يوم جهستي بقى اللي انا الحاجات اللي هخلل بيها زي ما انت شايفة ودوت انا جبته وصفيته لقيته منزل كل المية بتاعته اللي هي المية المسكره بتاعته وكده بقى هتغدي احلم خلي الجذر في اقل وقت ممكن وطبعا دي المية انا محضروها وغليها قبلها وصيبها تبرد دي تاني نجاح من نجاح المخللات لازم تغلي المية وتسبيها تبرد ودي كوباية عيرتي بيها حجم المية اللي عندي وده المخلل الخشن اللي انا باستخدمه في التقليل يا جماعة بديني نتيجة حلوة جدا لو مش عندك استخدم الملح العادي بس ده سدقيني بيبقى افضل كتير في التقليل وبقى متواجد في كل حتة الملح اسمه ملح الخشن او ملح البحر حاجة زي كده طبعا الكوباية اللي عندي انا عيرت الشفشق ده حوالي ديني سبع كوبايات من المية وبحط على كل كوباية مية معلقة كبيرة من الملح معلقة اكل من الملح عليها نص معلقة صغيرة من الشاي سكر يعني معلقة طعام ملح ونص معلقة صغيرة شاي من السكر وعندي معلقة من الكركم عشان تديني اللون الحلو الأصفر اللي بيبقى زي المحلات بالضبط وحطيت معلقتين كبار من الخل مش أكتر ولا أل ما قطرش في الخل لأنه بيهري المخلل منك جبت بقى البرطمان بتاعك يا جماعة البرطمانات دي أنا بعقمها عشان بتديني نتيجة مضمونة وده كان ثالث سر لازم تعقم البرطمانات اللي هتخليلي فيها عشان بتديك نتيجة وبتخليش المخلل منك يحصل له أي حاجة أو يريم أو ريحته ما تبقاش حلوة هسيب لك في نهاية الفيديو طريقة إزاي بتعقمي البرطمانات بتاعتك وطبعا أنا مجاهزة فلفل أحمر وأخضر وطوم وكده أنت بقى حاوزة تحطي أي فلفل حطي صراحة الفلفل الحرق ده بيديني طعم حلو قوي للتخليل بتاعي لو مش حاوزاي بحرق حطي فلفل رومي زي اللي أنا حطه على الوش عادي تعملي باللي موجود بس تنع بوريكي إن الطريقة دي لما عملتها هديتني نتيجة حلوة جدا القزة طبعا زي ما انت شايفة فضلت أعمل رئات عشان يديني شكل حلو جدا للمخلي بتاعي شوية جزر ع شوية فلفل على شوية طوم ولازم وانا بحط أضغط جامد كده عشان مش عاوزة فيه هوا في البرطمان بتاعي عشان ما يعملش تغيير أو ريم أو أي حاجة وحشة وزي ما بقولت كملت هوب فلفل رومي عادي أطعته وكملت بيه عادي عشان مش عاوزة بحرق قوي واضغط برضو زي ما انت شايفة يا جماعة مهمة جدا عشان تطلعي أي تفريغ هوا موجود في البرطمان وانزلت بقى بالمية لو غاية ما بغطي المخلي بتاعي عام حاجة ما خليش أي نوع خضار يكون باين لازم كله يضغط بالمية التخليل زي ما انت شايفة وبحط ورقتين اللورة ده بيفرقوا جدا يا جماعة دولة اللي بيخلولك المخلي بتاعك ما عملت شيريم أبدا على الوش المخل جربي بس الطريقة بتاعتي وانت هتعجبك جدا وطبعا هستخدم الورق ده الستريتش ده عشان أقفل البرطمان جامد واضمنني انه ما يخشش فيها لكن هعمل بس خروم صغننة عشان لو في تفريغتها وتطلع ما يحصلش حاجة للمخلي بتاعه واقفله بقى كده واركنه على جمد وهروح بقى كمل للكمية في برطمان بلاستك عادي متواجدة عندنا كلنا عشان الناس لما عملت مخل الخيار بيقول لي هو لازم ينجح عشان انت عملاي ببرطمان إزاز قلت لهم لا المرة الجاه هجب لكم برطمان البلاستك العادي اللي احنا كلنا بنخلل فيه بس لازم تعقميه زي ما تعقمي البرطمان الإزاز لازم يا جماعة تعقموا البرطمانات بتديكوا نتيجة حلوة بتحفظ لك عن مخل بتاعك ممكن يقعد معاك بدل الشهر اثنين وثلاثة طبعا هكمل بقى الكمية واروح اعمل نفس اللي انا عملته في المية انا مجهزة مية كتير وغلياها وركنها على جنب وعملت نفس اللي انا عملته في البرطمان الأولين لكل كباية مية عليها معلقة ملح طعام كبيرة ونص معلقة صغيرة سكر وعليها نص معلقة صغيرة خل يعني معلقتين كبار من الخل ومعلقتين كبار من السكر وطبعا زمان تشايفة لازم بحط في اخر البرطمان الفلفر الحراء والبلق الراولة لان ده بيحفظ لي على المخل بتاعي من اي ريم واي حاجة بيحصل لها وكده يا حبايبي انا خلصت الكمية زمان تشايفة ولازم اعمل النقط اللي ده عشان يطلع تفرغة الهواء وهسيبه زمان تشايفة وهكملك بقى شكله وهفتحه لك للناس اللي عاوزة تكمل وتشوف الفيديو انا هفتحه ووريك شكله وطعمه ما تغيرش ازاي ونفس القوام ونفس الطعم والشكل شايفة شكل المية بتاعته طحفة ونقي قد ايه ونديفة قد ايه لا في حاجة تغيرت فيه ولا في شكله ولا في اي حاجة والمية شكلها طحفة واللون يعني صراحة حاجة كده طريقة سهلة وجميلة جدا ولتبعت طريقة التخليل ده ممكن تحتفظ بالمخل ده لغاية رمضان شايفة لما قطمته يا لهوة على طعمه تحفظوا الله جماعة كنت نفسي سيبلكوا الصوت عشان تسمعوا صوت الارمشة لكن انت طبعا من شكل الارم اللي انا قطمته هتعرفي انه هو اكيد محتفظ بالقوام بتاعه شايفة فتحت البرطمون البلاستيك برضو الناس اللي بتقول لي هو لازم برطمون ازاز لا ما انا عملت في البلاستيك نفس النتيجة ونفس الشكل ونفيش اي حاجة دغيرت لان انا اللي عملته في البرطمون ازاز عملته في البلاستيك عقمت نفس القطوات ونفس الطريقة عشان تنجحي اي مخلل واي حاجة بتحتفظ بها لازم تعقميها عشان تضمني ليقعد معك اطول فترة ممكنة واطلع منه شوية زي ما انت شايفه شكله طحفة والله العظيم يا جماعة حكاية نفس الضوء الطعم والناس اللي مش عاوي زي البحراء بتحطش الفلفل اللي اغدر ده او الاحمر الحراء ممكن تحط رومي زي ما انا قدت حطه وكده انا طلعت منهم وشكله بيقولك طحفة في الطبق والله العظيم حكاية وده كده يا جماعة التعقيم اللي انا بعقم به اي برطمونات بتاعتي بحفظها لده التعقيم ده مخلية بعقم انا سبتلك برطمون او الريكي انا بعقم ازاي وده صدقيني انا بستخدم التعقيمات دي لاي حاجة بحفظها في البيت بقى قطشة مايونيز اي حاجة بعملها في البيت لازم اعقم البرطمونات بتاعت يشان اضمن اللي هي تعيش معايا اكتر فترة ممكنة وكده يا جماعة لو عجبتكم قناتي والفيديو بتاع المخلي لو اي فيديوهات بقدمها ياريت تشترك في القناة واتفعالي زل الجرز الجرز على الكل عشان يوصل لك كل جديد وما تنسينيش بقى بلايك حلو وتعليق وتقوليلي ايه رأيك في المخلل ولو جربتيها يعجبك جدا والله طحفة بجد وطعم وحكاية وما تنسينيش زي ما قلتلك باشتراك وتعليق حلو ولايك جميل واستلام عليك ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة اشتركوا في القناة